أعلن المتحدث العسكري السقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم بجوار أحد المباني المجاورة لمستشفى الطابع أضف المتحدث العسكري أن الحادث أسفر عن إصابة ستة أشخاص بإصابات طفيفة مشيرا إلى خروجه من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة وأكد المتحدث العسكري أن الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية شكرا